تحية أربوية للتعاملات والتعاملات مرحباً بكم تواصل تنويات أبطحة أهلية إعدادها لمدامي الرقمية الخاصة بمستوى جداً مشترك أدب وعلوم نحن في المحور التالي من مقرر مادة التاريخ عنوان بعنوان أوضاع العالم الإسلامي وبداية محاولات الإصلاح الدرس التالي دمنا المحور الثاني المتعلق ببداية محاولة الإصلاح والدول الدرس التالي الموجهون لمستويات جداً أدب وكذلك جداً علوم سبق أن درسنا خلال المحور الأول أوروبا الغربية وتطور نحو الحالة حيث تمكننا من دراسة مشموعة من الدروس متعلقة بأوروبا الغربية ومواصلتها للتحولات ومواصلتها كذلك للإرسال الحدثة خلال 2017 و 2018 حيث درسنا أسر الأنوار الذي كان بمتابة الرئيزة الأساسية التي أدت إلى طورات الاجتماعية والسياسية بالنسبة لفرنسا وختمنا المحور الأول بمضور الثورة الصناعية بتحولات استقنية التي عرفتها أوروبا لكن الملاحظ بأن العالم الإسلامي لم يستمر في التحولات التي بدأها خلال المرحلة الأولى الدليل على ذلك هو الموضوع المتعلق بمحاولات الإصلاح عندما نتحدث عن محاولات الإصلاح معناه أن العالم الإسلامي كان لديه مجموعة من المشاكل ومجموعة من الضغوطات التي مورست عليه من القبل والأوروبية الشيء الذي أدى إلى بداية محاولات الإصلاح في العالم الإسلامي دائماً في العالم الإسلامي كما رأينا نركز على نموذجين أساسياً النموذج الأول هو نموذج الإمبراطورية المغربية طبعاً يتعلق بالدولة السعودية والدولة العلوية ثم نموذج ثاني هو نموذج الإمبراطورية العثمانية الإمبراطورية العثمانية إذن ننطلق من الصين جاء وعبارة عن رسالة للسلطان سيد محمد بن عبد الله إلى شرفاء تفيلة حيث يقول الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله كافة شرفاء تفيلات عرفتم أن بيت المال عمره الله محتاجه لما يرض عليه من تفيلات بل مراده إصلاح بلاده بيت المال والحمد لله في كفاية عن بلدكم برد وبحرد في طبيعاً في حالة تاريخ ورغم 11 شهر المعدة 1886 عفوان وهجرية و1970 ميلادية ووناسون للدعاية في الربط إذن ندعوكم أعزائي التراميذ لتعديد سياق تاريخي للنص لكي نقتراف السياق تاريخي للدرس وكذلك ستبرزوا أهداف السلطان محمد بن عبد الله من هذه الرسالة إذن انتلاق من النص يتبين بأن تقديم إشكالي للدرس كما رأينا دائماً يجب اقتره في إطار الزمني وكذلك في إطار المجالي وكذلك موضوع الدرس بالنسبة للإطار الزمني اقترنا موضوع الدرس بقرنين السبع عشر والثامن عشر والثامن عشر بالنسبة المجال دائماً المجال هو قبل حكما هو كما عشرنا في المحوار الثاني هو العالم الإسلامي أما الموضوع هو قيام أو يعادة محاولة الإصلاح بالنسبة للعالم الإسلامي أهداف الدرس أو محاور كبرى للدرس سنتحدث في هذه الدرس على مفهوم الإصلاح مفهوم الإصلاح في محورية أول ثم مظاهره في الإمبراطورية العثمانية وكذلك المغرب خلال قرنين السابع عشر وثامن عشر ثم في محور التالي سنتسأل عن عوامل أو عن بدودية هذه الإصلاحات إذن بحول الله نشره في المناقشة المحور الأول متعلق بمفهوم الإصلاح في العالم الإسلامي خلال قرنين السابع عشر والثامن عشر من خلال هذا المحور سنقف على أولاً طبيعي على المفهوم اللغاوي وكذلك على المفهوم الإصلاح بالنسبة لي الفقر الأولى المتعلقة بالمفهوم اللغاوي يقول ابن مانضو الصلاح ضد الفساد وأصلح الشيء بعد فساده بمعنى أقام أصلح الدابة بمعنى أصلح إليها فصرحت إذن هنا النسان العرب لبن مانضو كما هو معروف ثم جاء في معجب اللغة العربية بأن صالح وصالحاً زال عنه الفساد وصالح الشيء كان نافعاً أو مناسباً أصلح في عمله أو أمره أتى بما هو صالح نافع وأصلح الشيء أزال فساداً إذن هنا يتبين بأن الإصلاح هو ضد الفساد والاستصلاح ضد الاستفساد وأصلح المثال العامل الآلة بمعنى أعادها إلى طبيعتها وإلى حالتها الطبيعية وأزال عنها العطي صالح الحاكم بمعنى أنه كان داد خير ومناسباً في حكمه والصلح كذلك من المناحين اللغوية نعني به السلم والأمن إذن يتضح بخلال هذا المنصي بالشيء أن المعنى اللغوي لمفهوم الإصلاح يعني إعادة تقويم الشيء وإتمان ما يعتريه من نقصان وما يفسد وظيفته كما أن الإصلاح يعني السلم والأمان سبق وأن رأينا إصلاح في أوروبا الأربية وتمت الإشارة في هذا الدرس لإصلاح الديني بمعنى أن أوروبا الأربية كندا كانت تتميز بجموعة من الاختلالات على المستوى الديني فجلت حركة إصلاحية تقوم بإصلاح الديني وانتقاد جميع خرافات وأساطير كنيسة الكاتونيكية خصوصاً خلال القرن السابع عشر والثامن عشر بعد تحديد معنى اللغوي للإصلاح ننتقل إلى تحديد الإصلاح الإصلاح يواجه الضواهر العارضة والجزئيات ولا يواجه مسألة تغيير جدري بالكل التي يشمل جميع جوانب العياة الاجتماعية فمن زاوية فرق الإصلاحي وإدراءه بأن كثيراً من جوانب المجتمع لا تحقق جميع أمنياته وحاجاته ومصالحه لدى فلا بد من إصلاح يجري في جوانب المجتمع التي بها خلال كي توجد شروط تحقيق هذه الهاجات والمصالح والأمنيات ومن زاوية الحركة السياسية الإصلاحية يكون الإصلاح لبارة عن غير جدري تطنوري لبعض مقومات الحياة الاجتماعية بواسطة الطرق المألوفة دون استخدام العنف والقوة وضمن النظار القادم ودون الإساس بأسسه وهيكينه بمعنى أن الإصلاح هو حركة صحيحية تقوم بها الدولة أو المجتمع بهدف صحيحي مجموعة من الاختلالات سوى من على المستوى السياسي أو على المستوى الديني أو على المستوى كذلك الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي في جميع المجال إذن يتبين كخلاصة وكتخيص للإصلاح يقصد به قويم الإعجاز وتغيير وضع خاطئ ويتم إصلاح السلوك الفرضي والمجتمعي خلال المسيرة التاريخية ويجمل الإصلاح المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية إذن هذا ما تتصد بالإصلاح بشكل عام والإصلاح حقاً تم إشارة إليه في العالم الإسلامي بعد تحديد مفهوم الإصلاح لغوياً واصطلاحياً ننتقل إلى المحوى الثاني المتعلق بعوامل ومظاهر الإصلاحات في الإمبراطورية العثمانية بالنسبة الفقرة الأولى المتعلقة بروامل أو ظروف الإصلاحات العثمانية نركز على سببين أساسياً السبب الأول متعلق بالهزائم المتتالية للجيش العثماني أمام القوات النمساوية والروسية وتقرص النفوذ العثماني في أوروبا وتزايد الامتيازات الأوروبيين في الإمبراطورية العثمانية لذلك أننا بالنسبة لهذا العامل يتبين بأن الإمبراطورية العثمانية بعد تحقيقها في مجموعة من الإصلاحات ومجموعة من التدادات على مستوى العالم على مستوى القارات الدائم على مستوى البطا وإفريقيا وأسيا وانتصارها في مجموعة من المعارض على مختلف قوى العالمية أصبحت في بداية التقرص السابق تتعرض لجموعة من الهزم خصوصاً في المجالات الأوروبية مما سيمدين طبعاً الحل إلى بداية التقرص مجالها خصوصاً على مستوى أوروبا كما يمكن أن نضيب أنها كانت تعاني كذلك بمشاكل على مستوى العالم العربي وعلى مستوى المشريط العربي وإفريقيا كذلك مما هذه الهزائل التي تعرضت هذه الإمبراطورية أدت إلى تزايد ديازات الأوروبيين في الإمبراطورية العثمانية إذن هذا بالنسبة للسبب الأول هو ضعف القوى العسكرية لإمبراطورية العثمانية وبداية الترجلها وبالتالي حسام أو تتماش مجال نفوذ الإمبراطورية العثمانية بالنسبة لسبب التعليم متعلق بمدولة مصطفى كوبريلي رئاسة الحكومة العثمانية رئاسة الحكومة العثمانية كانت منصب يشار إليه بمنصب صدر الأعظم والذي تبكن بسياسته وحركته وكفاءته العراق بأنه كان دات كفاءة عالية تبكن من إصلاح جمعة من المجلات على مستوى الدولة العثمانية والذي بشر الإصلاحات وقام ببداية هذه الإصلاحات ومن أهم الإصلاحات التي قام بها السطر الأعظم هو إصلاح الجهاز المائي بعد حديدنا لأهم الأسباب التي أدت إلى إصلاحات العثمانية ننتقل إلى تقديد مظاهر الإصلاحات العثمانية حيث سجلنا بأن الإصلاح للعثمانيين اقتصر على بعض الميادين القليلة ومن أهم هذه الميادين هو الميدان العسكري السؤال الذي يطرح لماذا الميدان العسكري لأن هناك مشكلة على مستوى القوة العسكرية وعلى مستوى الكفاءة العثمانية وكنا رأينا بأن الكفاءة العسكرية كانت من بين العوائل المفسرة التي طولنا في الدولة العثمانية بالتالي بأن تأسيس هذه القوة العسكرية وإعادة إحيانها وإعادة في حال تفعيل هذه القوة العسكرية يعتبر من أهم الأولويات للدولة العثمانية حيث بشرت الدولة العثمانية جمعة من الإصلاحات على مستوى العسكري وكذلك بدأت بتأسيس فرقة مدفعية وكذلك مصنع المدافع ومدرسة البحرية وأسطور البحرية بمعنى أنها تمت بكل ما هو عسكري جديد الآلة العسكرية استقدام الطيرين المكونين من الخارج خصوصاً من فرنسا وإنجلاتيرا وكذلك إصلاح الطهور بمعنى السواحي المغربية وكذلك بناء القلاع الحصينة وإعادة أنظيم الجيش الاسمي جيش الانكشارية الذي بدأت فيه جمعة من المشاكل بدأت إعادة تكوين هذا الجيش وإعادة ضعف الجيش الانكشاري فبدأت الدولة بإعادة تكوين هذا الجيش باعتبار أنه أحد أسباب التي أدت إلى اختلال العسكري بالإضافة إلى الميدان العسكري نجده في الميدان دقافي وعلمي إن شاءوا جمعة من المدارس وجمعة من الأمور المتعلقة بالجارب التعليمي كمدرسة الرياضيات ومدرسة الهندسة وكذلك ترجمت الكتب التقنية الغربية كما اهتم العثمانيين بالإدخال المطبعة لدورها الكبير في نشر المعرفة وكذلك نشر مختلف كتب ومختلف مؤلفات بلغاتي وتساعد المطبعة في نشر الكتب بشكل كبير وتنفيرها بأتمينة مناسبة وبالعداد كبيرة اهتمت الدول العثمانية بكذلك مسألات الترجمة ترجمة مؤلفات أوروبية فرنسية، إنجليزية، فريسية إلى آخرين ترجمة جمعة من اللغات إلى اللغات الريمانية ومن ثم أن المجال مصباً على الميدان التقافي والميدان التعليمي والتطوير هذا المجال باعتبار أن الميدان التعليمي وميدان أساسي هذا هو المهور التعليم المتعلق بعوامل ومظاهر الإصلاحات العثمانية بالنسبة المهور التالي فنتحدث عن الإصلاح بالنسبة للمغرب في عهد خصوص عد السلطان محمد بن عبد الله خلال القرن الثامنة وحاولت الإصلاح بالنسبة للمغرب خلال السلطان محمد بن عبد الله خلال القرن الثامنة أكيد يجب أن نقف على ضروف انتراك الإصلاح في المغرب خلال القرن الثامنة حتى اقترن مفهوم الإصلاح في المغرب بجديد مستعدفاً بطقوية دعاء الدولة حيث استهدف الإصلاح على عدي السلطان محمد بن عبد الله جديد أسس الدولة وتقويتها كما رأينا من نص الإنطلاق يعني أن الإصلاح سيطاني ينصبه على أسس الدولة يعادة هذه الأسس الدولة وتقويات هذه الأسس وكذلك الاتمام بجميع المشاهد لذلك سنرى بأن هذه الإصلاحات جاءت بعد أزمة بأزمة 30 سنة اللي ابتدت من 1770 إلى 1850 والتي شهدت الصراع على الحكم بين أبناء المولى إسماعيل وتدخل جيش أبيل البخاري في شؤون سياسية سمي بهذا الإسم أبيل البخاري لأنه أقسم على صحيح البخاري وكذلك تورد القبائل والزوائل بمعنى أن هذه الإصلاحات جاءت بعد الهزات العنيفة التي تعرض لها المغرب خصوصاً بعد وفاة السلطان مولي إسمعي عرف المغرب مشبوعة من المشاكل وعدم الاستقرار السياسي والدائرة تضغور برق المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدائرة ضغور مشبوعة من الطوارات كما رأيك لذلك سيباشر المغرب مشبوعة من الإصلاحات التي ستستهدفوا مشبوعة من الميادة سنركز على مشبوعة من الميادة الأساسية من بينها الميدان الاجتماعي والميدان تعليمي التقافي وكذلك الميدان الاقتصادي ثم الميدان الماني وكذلك الميدان العسكري كمتال على الإصلاحات التي جاءت بها التي جاءت بها في الميدان الاجتماعي نسجل التخفيف من آخر سنوات الجفاف عن طريق توزيع الخبز على فقراء المدن وتقديم قروض مالية لسكان البوادي على أن يجبوا استيرادها في السنوات الخصبة معناها في السنوات المطيرة وكذلك إعطاء القبائل من أداء الدراء في الميدان التعليمي تطوير التعليم الديني وتعليمه في المدن البوادي هنا يجبوا الوقوف على مسألة التعليم ويمكن أن يسجل أن المغرب يتم فقط بالعلوم الدينية الشرعية رغم أهمية هذه العلوم إلا أنه يجبوا الانفتاح سنوات ذلك في محدودية الإصلاحات يجبوا الانفتاح على مجموعة من العلوم الأخرى حيث نراحل بأنه تم الاقتصاد فقط على التعليم الديني وكذلك الاهتمام بالقرآن بالأحكام والعبادات الصلاة والطهارة إلى آخرين ويمكن أن يسجل أنه تم إغفال الجوانب الأخرى أو المجالات الأخرى على المجتمع الاقتصادية نهجة أو لا نهجة اقتياسة الباب المفتوح يعني الانفتاح على الخارج على أوروبا بالخصوص عن طريق تخفيض الرسوم الجمهورية على الصندرات والوالدات وكذلك ترخيص تصدير القمح وفتح الموانئ الأطلسية على التجارة الخارجية وفي طريعتها هناك مدينة سواء ووضع حتى للجهاد البحر معناها أن الميدان الاقتصادي بعد سياسة من كيماش نهجة من مندلاء سياسة الفتاح عن طريق تشجيع الصندرات والوالدات وكذلك ترخيص بتصدير مواد الأساسية من بينها القمح وكذلك فتح موانئ الأطلسية للتجارة الخارجية مع أوروبا وكذلك مع دول أخرى بالنسبة للميدان المالي نجد بأن المخصن المغربي خلال هذه الفترة قرر مواجهة فراء بيت المال عن طلق استخلاص درائب سواء شرعية منها كالزكاة والمعشا وكذلك التشدد في تحصيل درائب الاستنائية في تحصيل درائب الاستنائية متعلقة بمكوس أسواق وأبواب المدن مكوس أسواق وأبواب المدن هي ضرائب عينية ونقدية كانت تفرض على أبواب الأسواق خصوصا على الغلال الفلائية وعلى مختلف المواد التي كانت ترغم في الدخول إلى أسواق أو ترغم في الدخول إلى المدن عن طريق فلاحي القاروين مدينية لجونة المدن بأجل بيع منتجاتهم حيث كانت تفرض عليهم ضرائم على أبواب هذه المدن هنا في الميدان المغدي في ضر قلة الدهب وتأثر المغرب بموجة العالمية وبقلة الدهب العالم نتيجة في اكتشافات الجغرافية يمكن أن نسجي السبب الأساسي للدهب هو ترجع تجارة القوافل وكذلك تم تحويل القاعدة المقدية المغربية لمعدد الدهب إلى معدد الفلطة بالنسبة الميدان العسكري الإصلاحات على مستوى الميدان العسكري كما رأينا بالنسبة للدولة العثمانية تم المغرب بميدان العسكري حيث عبد إلى خلق توازن عسكري بتجنيد قبائل العربية وأمازلية بمختلف مكونات المجتمع المغربي والتقليل من العناصر وتمحيدة في فترة الثلاثين سنة خصوصاً يتعلق الأمر بعديد البخاري وكذلك ولاية وحماية السواحي وتحرير الدهب من خلال جلب معدات عسكرية من خلال جلب معدات عسكرية وتجهيزات السفن وترميم وتحسين المواني المغربية إذن هذا مجمل باختصار معظم الإصلاحات التي قامت بها المرم خلال فترة السلطان محمد بن أجل ننتقل هنا إلى المحوار الرابع المتعلق بتفسير محدودية الإصلاحات معناه السؤال المطروح دائماً هو هل هذه الإصلاحات التي قامت بها الدولة العجمالية والمغرب خلال فترة القرن السابع عشر والثماني عشر نجحت أم أنها بأت بفشل إذا كانت إذا بأت بفشل ما هو السبب في ذلك إذن لماذا يمكن أن نفسر محدودية الإصلاحات هذا هو موضوع المحوار الرابع بالنسبة لي نخصم كذلك المحوار إلى نقطتين مقطة الأولى متعلقة بفشل الإصلاحات عند العثمانيين خلال القرن السابع عشر والثماني عشر حيث يمكن تفسير فشل هذه الأصلاحات من جمعات من الأسلم ونذكرها باختصم السبب الأول متعلق بمناهضة الطرق الصوفية بمعنى الزوايا بمعنى الطريقة المكتاشة التي رأينا في الدولة العثمانية وبعض العلماء خصوص العلماء الدين وفقها لعملية الإصلاحات إذن رفض ما هو أجيامي رفض كل ما يأتي من الإصلاحات وكذلك قلة موارد الدولة بالنسبة قلة موارد الدولة الإصلاحات تحتاج إلى كلفة كلفة مالية بالتالي بأن موارد الدولة ستلعب دوعاً أساسياً في القيام بهذه الإصلاحات الجوهرية سبب آخر متعلق بجانب العسكر هو اختلالات والمشاكل التي كانت تحدث نتيجة استمرار العناصر الإنكشارية والجيش الرسمي للدولة العثمانية ضمن الجيش العثماني وعدم اتزالها بالتدريبات العسكرية مقابل مزاولتها للأنشطة اقتصادية وتدخلها في شؤون السياسي ثم يمكن أن نضيف بأن الجيش العثماني أصبح يليد وفساداً في الدولة العثمانية كان يتدخل في شؤون الاقتصادية كما أشار ما كان يستخلص ترائب بطرق السوفية مما أدى إلى نفور المجتمع الوثماني من هذا الشيش سبب آخر متعلق بفشل الإصلاحات هو دور الكوالي الطبيعية والمجارات والأوبئة التي أصابت الدولة الوثمانية خلال هذه الفترة خصوصاً فيما يتعلق بشمل أفريقيا في مصر، في تونس، في الجزائر حيث نراحب فيضانات السيول، الزلزيل، مجموعة من الكوالي الطبيعية التي ستقدم تحلل الجوانب السياسية والاقتصادية ستؤدي من وفاة مجموعة من الأشخاص ومجموعة من الموارد البشرية للتجار، الحيافين، صناع وعلماء إلى آخرين معناه أن دور هذه الكوالي كان دوراً أساسياً ومحاسماً بالنسبة لفشل هذه الإصلاحات العثمانية بعدها الحديث عن فشل الإصلاحات العثمانية ننتقل إلى مختلف الأسباب التي أدت إلى فشل الإصلاحات في المغرب خلال فترة السلطان محمد بن عبد الله خلال القرن الثامن عشر خلال القرن الثامن عشر وبعد هذه الأسباب تحدث عن طب الهم وبداية دخول أجانب بالنسبة للمغرب بداية تدخل أجانب شؤون الداخلية للمغرب عن طريقة جمعة من وعدات التي تم فرضها على المغرب حيث أن تدخل أجانب كائنا يعارض كل محاولات إصلاحية في المغرب ثم كذلك يمكن أن نضيف منافسة المنتجات الأوروبية الحديثة للمصنوعات المغربية التقليدية ومما سيدي إلى إفلاس عدد من المصنوع الحيافي بالنسبة للمغرب وفشل هذه الإصلاحات ومعارضت كذلك في الدول العثمانية دائماً علماء التقليدية يعارضون التقليدات الإصلاحات في المغرب حيث يمكن أن نشير إلى أهم الأمور التي تمت معارضة مغربية مثلاً ما يتعلق بحاجة الصحية كاروتينا هذا اسم أصله إسباني وكان العلماء مدة التي يقضيها من أجل حماية من أمراض حيث كانت تلقاً وعارضاً كبيراً من قبل العلماء ويرون بأن الموت هو قد عمل من الله وكذلك مشيئة إرمية بالتالي في احتياطات من قبل حصر الصحي ويرى الولماء بيئة غير مجدية وكانوا يعرضون هذه الإصلاحات بعد ذلك كل ما يأتي من الأجانب من الدول العبية يجبون وعرضون ويجبون بالتحال فضوح إذن أدام بخصوص أهم أسباب التي أدت إلى فشل في الإصلاحات في الدولة العثمانية إذن كخلاصة للدرس نلاحظ بأن العالم الإسلامي في شخص الدولة العثمانية وفي الدولة المغربية والعلمية بشرت جموعة من الإصلاحات التي أهمت جموعة من الميلات لكن ما يمكن تسجيله هو أن هذه الإصلاحات باءت بالفشل مما فتح المجال لتزايد الضغوط العربية على العالم الإسلامي ومحاولة التمويلات الإصلاحات ومحاولة تدخل في شؤون الداخلية للغرب وبالتالي اختلال التوازن بين العالم الإسلامي وأوروبا الغربية لصالح المجال الأخير ونلتقي في حصة المقبلة إن شاء الله ونلتقي في حصة المقبلة إن شاء الله